السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا معكم آية والنهاردة هنعمل سوا غلاف آلبوم ميكست ميديا طيب فأول حاجة عندي الآلبوم ده أنا وحدة كانت بتعملهم على اليوتيوب وبتبحهم بس صراحة لكلة بتاعتهم يعني مش قدي كده يعني المهم فأول حاجة هغطي الغلاف بالجس الجسو هو زي البرايمير هو حائل ما بين الكوفر بتاع الألبوم والألوان اللي انت حتستغنيها انت لو ماستخدم فيش برايمير أو جسو الألوان كلها هتدخل قوة الورقة والورقة هتتشرب كل حاجة وحتيبقى عندك إيه بقى الدنيا كلها يعني إيه من لخبطة خالص فعشان كده نبس منستخدم الجسو أو أكريليك باينت لو هتستخدمي الباينت العادي يعني يفضل ما تحطيش ألوان كتير قوي طيب بعد ما نشوف الألبوم وكل حاجة هستخدم عفوا الجسو يعني هستخدم البيست اللي هو المعقون وأنا حطيت مرة كتير عشان أنا عاوزة طبقات تبقى مرة تقيلة وكبيرة ولها كده بعد فعندي السنسل الكبيرة دي لو لقيت اسمها هكتبه لكم تحت في صندوق الوصف فعاوزة البتلات تبقى مرة كبيرة ومرة تخينة ويبقى لها بعد ما تيجي تلف الألبوم كده من كل الاتجاهات تلاقي البتلات واضحة طبعا أكيد لو أنت عاوزة تعملي حاجة رفاية عم حتى تحطي كمية بسيطة قوي ويعني وتشيل الزوائد على قد ما تقدري بس أنا كنت على قد ما قدر مش حاجة تشيل حاجة بس عاوزة ايه أخلي سطح الستنسل بيسموها ايه سموذ متساوي يعني وكده بس وطبعا أما بتشيليه الله الله منظرها حلو قوي طيب طبعا أما قيت شلت اللز شال شوية من الجسو بس قلت مش مشكلة كل الحاجات دي حتتغطها بالألوان طيب بعد كده بعد كده حجيب عندي الكريدت كاردي أو أي حاجة محدة حبدأ أنظف الأطراف كلها من المعجون عشان مش عاوزة يبقى فيه معجوني نشوف يبقى كده واقف مع نفسه فالكريدت كاردي نفع مصطرة أو نفس السباتشولة بتاعت المعجون ممكن تستخدميها طيب نيكل بقى للتلويد أنت ممكن تستخدمي أي مادة تلوني فيها أنا هستخدم الألوان دي البخاخات دي بخاخ أكريليك مرة حلوة صراحة أنا جبت خمس ألوان بس أجربها وكان دي يمكن أول مرة أجرب الألوان كلها على بروجيكت مرة حلوة يعني حتى هتشوفوا دلوقتي حتى ما تنشف هتدي لمعة كده مرة حلوة بس هي مع أكريليك سبري طيب معرفش بظبط مصنوع ما إيه طبعا هي في كذا لون السبري نفسه خربان مش راضي يعمل فعتى هز وعملوه كده حاجة كده غيري معرفش كل البخاخات كده بتخرق معرفش ديه المهم وشوفوا ما نشفت مدية لمعة مرة حلوة أنا مش حط عليها أي برايمر ولا حط عليها أي حاجة مثلا تديها لمعة نهائيا يعني فدلوقتي بعشا أنا أغطيها وأحافظ على الرونق بتاحي أستخدم كلير جاسويا حستخدم جل ميديم بس أنا حستخدم جينمي أي حاجة الاثنين تقريبا زي بعض هي فكرتهم إيه؟ أن أنا بحافظ على الألوان من تحت عشان لو عاوزة هاتيها ميميش تانكيو عشان لو عاوزة أحط ألوان فوق الألوان الألوان اللي تحت ما تخربش أو ما تتأثرش لو بتتفاعل مثلا هستخدم ألوان مية وألوان زيت أو أكريليك أو أي حاجة نهي ما تتأثرش مع الطبقة اللي تحت نيف عشان كده بحطها عازل تاني بس المرة دي استخدمت الجين ميديم اللي هو الشفاف أو ممكن تستخدمي كلير جاسو اللي هو برضو جاسو الأبيض بس هيبقى شفاف بين شفاف وكده جهزنا الألوان وحنسيبه على جمع عندي الشيب بور دي أو الأشكال الخشبية مش خشبية هي معمولة من الكرتون ومقصوصة بالليزر الأشكال المرة حلوة من تصميم دينيز هسيب رابط موقحها تحت حبدأ دلوقتي إن أنا أزينها وألوانها عشان دي لحزين فيها الألبوم بتاعي طبعا أنا استخدمتها في كذا فيديو في كذا طريق أنك تلوني الخشب تستخدمها زي ما هي كده أو ممكن تلونيها ميا مش حدبان قوي لازم ألوان مثلا الأكريليك أو ألوان زيت أو جواش بس أنا قررت إن أنا هستخدم البردو جاسو عوزا يبقى أبيض أو إن أنا ألوان الخشب ده يلا مش عاربه الخشب الكارتوني بقى لونه أبيض وبعد كده ألوانه بطريقتي الخصة بأي بأي ألوان أنا عاوزاها لأن لو كان اللون من تحت اللواء اللون الكارتوني ده اللي حضيتي عليها أي لون مثلت سي لون أحمر أو ألوان فتحة معنا أصح اللون مش هيبقى حقيقي لأن تحتي مادة مش بيضة تحتي مادة لونها ورافر المادة دي اللي ما عرفش بيسموه إيه مثلا لون الكارتون المهم فأنا لو انتهب الجاسو فأول واحدة رشيت عليها الليتر لونه أصبر وداني واحدة عملتها بورق الدهب أو بيسموها gold flakes ما عرفش بيسموه بسي ترقمتها ورق دهب بس ومش ورق دهب يعني ده يستخدم للتازين وفي ورق دهب كمان معمول للأكل فالمهم أداني منظر مرة حالة بس هوا ملزقش قوي مع الجاسو وكان عاوي الصمغ بصراحة بس أنا عاقبني التأثير بتاعها وبعد كده جبت جليتر أخضرت هنا هنا كنت أعادة ببدع يعني أعادة كده بألف حاجات من دماغي فهميني إزاي فهي يعني التجارب هي اللي داين بتعلمنا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش فأنا كنت أقل هنا بقرب حاجات فيه بعض بصراحة بس بتطلع حلوة وحتى لوحش مرض وحطها مش مشكلة طيب فهدلوقت إيش أنا غطي الشباك اخترت ورق تصميم معين وكنت بحاول إن أنا أشوف إيه يعني الألبوم جنبي ويه الورق معي وبحاول أشوف إيه اللون أو الورق اللي هختارها تتناسب مع كل الألوان اللي في الألبوم بعد كده هستخدم لازق ويه حلزق الشباك على الورق هحط فيها جهاز دا زي ميني بيك شوت كده قطع صغير بس عشان ترزق حاجات إيه لا بعد كده هقص الشباك وكده نكون خلصنا الحاجات يعني الحاجات الأساسية بتاعة الألبوم نيجي بقى للتازين أنا عندي ورق عندي ورد مصنوع من الورق أو أي ورد أنت ممكن تستخدمي عندي عشب هنا دا عشبة حقيقي بيتباع جاهز والأخضر اللي أنا غلفته بورق الدهب قصيته عشان عاوزا يبقى من تحت فأنا هو أنا مسرعة هنا شوية بس عشان أقول لكم أنا يعني إزاي التازين حيبقى طريقة التازين بتاعدي بس كده سريعة هحط العشب في ويه الورد ويه الشباك بعدين حطت السيكارات كده حلوة عجبتني شكل الدراجون ويسموه الوايكينج معرف شخصيات يعني كرتونية فإن دا أكيد هيبقى لابني أو بنتي وأنا معرفش لسه ما قررتش بصراحة بس وكان عندي قصصات على شكل ورق شجر برضو حارزقهم من تحت كل وردة من وراء يعني الخلف بعد دا خلاص دا الكوفر بتاع الألبوم من وراء عندي برضو الشكل الحلو دا نفس الشيء هغلفه بالجسو وبعد ما غلفه بالجسو أسيبه ينشف حارش عليه نفس الألوان اللي أنا استخدمتها معا اللي استخدمتها على الألبوم بس ما عارش طولها بنفسي ليه ممكن عشانا ما خلطت الورتي مع الأزرع وانا حطط له بنفسي مش عارفا يعني صورت الفيديو من اسبوعين ثلاث أسابيع وقيد الوقت يعمل له أدت إن شاء الله أنا قررت مش هامل أي بروجيت جديدة حقا عزة أخلص كل الفيديوهات اللي متعلقة عندي بقالة ممكن تلاتين فيديو من السنة اللي فاتت أو يمكن اللي قابليها بقارت لازم عملهم كلهم فما يفيش أي بروجيت يعني ناس متابعيني يا استجرام مش هبقى فيه صراحة بروجيت جديدة هتبقى فيه كلها الفيديوهات القديمة بتاعتي اللي أنا عاوزة أخلص منها عشان واخد مساحة مرة كبيرة المهم نرجع للموضوع فأنا لزقت ورقة ممكن أكتب مثلا هنا ميد مثلا باي آية أو ممكن أكتب اسم ابني أو بنتي على حسب الألبوم دي حبق بتعمي أو ممكن مكتبش حاجة طبعا العوزة هديه ممكن تكتب مثلا هاند ميد باي مثلا فلانة تبقى حاجة حلوة تعمني هدية أو تبيعي حتى بس وعملت الألوان نفس الشيء اللي هي ألوان الكوفر وآخر حاجة اللي هي التوتش دي عندي ستيكر دونتال ستيكر عامله من الأطراف ومن النص معرفش والله يعني أشيله ولا حطه بس أنيوين أنا حطيت حس شكله حلو يعني آه والحاجات دي طبعا دي من الكوفر ما شلت الواشي تيب شال شوية من الورق بتاع الكرافت بس برضو غطيته بالبين ما فيش مشكلة آه بعد كده عندي سيكونس أو اللي هو الترتر عازة زيين فيه يعني أجان فيه أكيد حدا هيقولي كفاية كفاية ما أدارش ما أدارش لو فيه فرصة أن أنا أزين حاجة أزينها بس أنت طبعا ممكن تقع يعني اللي بعمله مش هزمي بقى أنت تعمليه بحرفية يعني يعني أنت بس يخدي أفكار وانت يعمليها بطريقتك يتزود يتناقصي براحتك يعني أجان فانو فيش صح وغلط فيه إحساسك كده واتكلي على الله بس فحطت دلوقتي ترترت عم شعر فيه حاجة صورتها ولا لا أننا في الأخير هجيب paint أبيض يعني هعمل له شوية مية وحبدأ أننا أرش splatter عليه عشان يبقى كده عليه لون أبيض عشان يعني أي وازي ويكسر بعض من الألوان ممكن تبقى في الصور مش عارفة صورت الفيديو ولا لا بس وكده يبقى حيبقى يبقى في الصور وكده يكون خلصنا الفيديو أتمنى أنه يعجبكم ويلهوكم أنكم تعملوا ألبومات الصور الألبوم ده معمول من يعني كله من وراء الكرافت أو ممكن تشتروا ألبوم جاهز عادي اللي هو اللي بيبقى البلاستيك ده وعليه الرسمات وإنت تغيري الكفر بتاعه وتخليه personalize يعني مخصص لحد معين بيكم وتزيني بقى برحتك شكرا لكم بحبكم ما عندكم أي اقتراحات لفيديوهات جديدة لا بلاش اقتراحات لفيديوهات جديدة خلنا نخلص القديمة وبعدين نشوف الاختراحات بس اكتبوها لي برضو أحب أشوفها شكرا لكم هشوفكم المرة القاية ومع السلامة